أهلا وسهلا بحضرتكم موعدنا الأسبوعي مسائل اثنين وقراءة وتحليل وتفسير للمشهد السياسي رحموا معي بالأستاذ الدكتور عبد الحليب أنديل أهلا وسهلا بحضرتكم السؤال هذا الأسبوع مين له كلمة على نتنياهو يعني لأول مرة هذا الأسبوع نجد في المفاوضات السياسية والعلاقات الدولية أنه البصلة معظم الدول سواء هنا العربية والاتصالات والمجولات الكبيرة المصر بتعملها مع قطر وأمريكا حتى أوروبا على مستوى أسبوع الماضي شفنا كبريات الدول الأوروبية بليطانيا وفرنسا وألمانيا مطلعين بيان يطالبوا فيه بالتهدئة ووقف إطلاق النار هارس النهاردة طلع بتقول يجب أن المنطقة تهدأ ونازم نرجع الرهائن ووقف إطلاق نار العالم كله بيكلم عن وقف تهدئة إلا نتنياهو بيفتح جبهات كل يوم جديدة ولا يستمع لأحد هو الحقيقة يستمع إلى صوت نفسه لأنه في لحظة هذه الأحد المحيطة به في السياق الغربي عموما سواء كانت أمريكية أو أوروبية تبدو مشدودة خلفه لا ضغطة عليها خلفه خلفه بسبب التطورات الحاصلة في المشهد الأمريكي بالذات فكرة الاختناق متعلق باعتزال بايدن قبل الأول انسحابه يعني من سباق الرئاسة في دخول هارس وجعل نتنياهو في وضع متسيد لدى الأمريكيين ودعك من الأوروبيين الأوروبيون دائما ما يتبعون الأمريكيين لاحظ أنهم يقولون كلمات إضافية ده الطبع إنساني وإلى آخره لكن الدول الأوروبية الأساسية هي منقادة بالطبع لإرادة واشنطن وإرادة واشنطن محتجزة في هذه اللحظة لدى نتنياهو صحيح أنه في تفسير طبيعة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية هناك نظريتان متعارضتان من يقود من؟ من يضغط على من؟ صح هل أمريكا في المواقف في المعنى العام هناك كما قلنا أكثر من مرة نعمل اندماج الاستراتيجي بيجعل أن مصلحة إسرائيل هي ذاتها مصلحة أمريكا لكن في مواقف معينة في التاريخ القريب كانت كلمة الرئيس في واشنطن أو حكومة إسرائيل في واشنطن أعلى على سبيل المثال بوش الأب بعد غزو العراق للكويت وإلى آخره ومؤتمر مدريد وضغطه على شامير يعني حصل حصل أيضا نريجا في وقت معين ضغط يعني هي فقرات عابرة لكن المجرى الرئيسي أن هناك اندماجا بين الطرفين كلهم طرف واحد وطبعا عبر عن ذلك يعني وزير الخارجية الأمريكي بلينكين اللي في الجولة العاشرة له في المنطقة الآن في الجولات الأولى قال إيه؟ قال أنا جئت إلى هنا أي إلى إسرائيل كيهودي قبل أن أكون وزيرا لخارجية أمريكا فهو وطبعا الموضوع مقفول وبيدن أيضا قال أنا صهيوني وكذا أنا لست يهديا لكن صهيوني منذ عامة أظافري وإلى آخره وفخور بصهيونية فالمعزق الآن أن هؤلاء الذين بذلوا كل شيء من أجل إسرائيل حتى الاحتشاد الراهن الذي ترى بالغوصات النوية وحاملات الطائرات واربعين ألف جند أمريكي في المنطقة وإلى آخره احتشاد عسكري كامل كل ده للدفاع عن إسرائيل أناك قلت هنا أنه الإرادة الأمريكية محتجزة محتجزة عند نتنياهو دائما في عامل حرج ده اللي هو بيسموه عامل بطل عرجاء فيه ده ده أي رئيس أمريكي آه لو عامل انتخابات آه عامل انتخابات يزيد تزيد فيها فرص تأثير اللوب الإسرائيلي وإسرائيل أو حكومة إسرائيل في تل أبيب يكون يكون صوتها أعلى صحيح حتى في لحظات التصادم لاحظ على سبيل المثال أن أوباما لم تكن بينه وبين نتنياهو أي كيمياء من أي نوع كان متعارضان إنما عند اللحظة حين اقتربت لحظة نهاية الرئاسة الثانية لأوباما عمل إيه؟ عمل إجراء يبدو يتيما يعني قليل الحدوث اللي هو أنه دفع أمريكا في الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن ضد قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس صح طبعا لما امتنع عن تصويت صدر القرار وأوباما لم تعد له مصلحة لأنه خارج هو أصلا قضى فترتين وخارج إلى الحياة الفردية فبالتالي لكن في نفس اللحظة قبل أن يغادر البيت الأبيض وقع على قرار يمنح إسرائيل عبر عشر سنوات من وقته من 2016 إلى 2026 38 مليار دولار أسلحة بالضبط كما فعل بايدن أو كما يفعل الآن لما في نفس اللوقت يريد أن يضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة وفي نفس الوقت هذا لا يمنع أنه وقع على صفقة سلاح بعشرين مليار دولار طائرات F35 وغيرها 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 فهذه اللي احنا بنسميه أحيانا في بعض ملاسناتنا ازدواج في الموقف لا أولا حقيقة الأمر ليس هناك أي ازدواج هناك موقف واضح جدا هو اندماج هو اندماج ما فيش ازدواج ولا حاجة ولا مواقف مشدوجة احنا اللي مواقفنا مشدوجة أو مواقف بعضنا وبعض دولنا مشدوجة إنما هو موقفهم واضح ساطع قاطع طيب جوه إسرائيل يعني احنا دلوقتي بنكلم على أنه معظم دول العالم زيادات الكبرى في العالم بتتكلم عن ضرورة وقف اطلاق النار وإنها خلاص اتجاهها السياسي التهدئة وقف اطلاق النار وصفقة عودة رهاء إنه ما إلى ذلك ونتنياهو زي ما حاجت تفضل قلت أنه نتنياهو لا يستمع إلا لنتنياهو صحيح ولا يرى إلا مصلحة نتنياهو صحيح طيب لما تتعرض مصلحة نتنياهو مع مصلحة إسرائيل نفسها هل ممكن البرلمان الكنيسة الحزب الأصوات العقلة إذا كانت توجد فيه الكهان الصهيوني يمكن أن تقف وترضى عن نتنياهو ولا خلاص هو جمع أمره نريد في هذه النقطة أنه نراجع أنفسنا أيضا أنا قلت أكتر مرة أنه من 30 سنة على الأقل فيه اتجاه إلى اليمين ما نسميه اليمين داخل إسرائيل أو ما أسمعه حتى الرئيس الإسرائيلي نفسه هيرتزوك الحالي حين اقتحم بن جفير المسجد الأقصى بألاف المستوطنين وكذا 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 سماه التيار الكهاني اللي هو كهانة الحخام كهانة اللي قتل في النهاية على يد مصري في نيويورك فكرة الخوف فكرة تطور الإحساس الشعور العام في الكهان الإسرائيلي بالرعب من المستقبل نتيجة التزايد والتكاثر الملحوظ اللي كان مطارد لعداد الفلسطينيين فوق الأرض المقدسة من جديد كأننا لم نفعل شيئا نجئنا لنطردهم ونحل محلهم وبنفاجأ بميلاد وطردنا بالفعل شعبا فلسطينيا كاملا في 1948 كانوا 800 ألف في الوقت ده بقوا أكتر من سبعة ملايين الآن لكن ولد شعب جديد فوق الأرض المقدسة نعم وكان كهانا بيعبر عن الرعب ده بأشياء منها تحذير الإسرائيليين من الزواج بعرب أو الفتاة اللي هدييات بعرب وكذا 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 أبناء كهانا الآن اللي هو سموتريتش وبيل جفير وميري ريجيف وحتى اقترب نتانياهو نفسه لأن نتانياهو بينتمي تاريخيا والليكود وقبله بيجين لطيار ما يسمى الصهيونية التصحيحية الصهيونية التصحيحية جابوتينيسكي مثلا قالك لا التعامل لا بد من التعامل بقسوة مع هؤلاء العرب لكي لا يحسوا في أي وقت أنه يمكن أن يتولد لديهم أمل في العودة لا بد من اقعدهم باليأس دائما وبالعنف دائما فهنا التيار الرئيسي في التجمع الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي إن شئتم الآن هو تيار اليمين بمعنى أكثر وضوح بعد هذه العشرة شهور و11 شهر كان المنحنى في وقت ما كان يقولك أن بني جانجس مثلا بيحصل على عدد من الأصوات أو نسب أكبر من نتانياه الآن ونحن نتحدث نتانياه استعاد لأول مرة أسبقيته قياسا لكل القادة الإسرائيليين القائمين أو المتخيلين مفهوم فهنا الفكرة بس فيه منحوظة هنا أنا قريت الأسبوع اللي فات بعض طبعا وهي قليلة فيه التحليلات والصحف الإسرائيلية بتتكلم على أنه حتى مع هاجس الرعب والخوف بس هما بيقولوا بصوت عالي أن ما تفعله الحكومة الإسرائيلية وجيش الإسرائيلي أنه بيولد مزيد من الغضب ومزيد من الكراهية ومزيد من الأجيال الجديدة الكارهة لإسرائيل وما تفعله الآن فبالتالي ده حيزيد خوفنا ورعبنا في المستقبل يعني ده صحيح هناك أصوات تقول هذا الكلام يعني أشهر هذه الأصوات في الصحافة جدايون ليفي وهو كاتب يساري بينتقد إسرائيل كأنه فلسطيني متشدد يعني فالفكرة بس دي الأصوات النادرة وفيه أهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وفيه غيره وعدد كبير من الجنرالات الذي يولد هذه النقاشات هو الفكرة الأساسية عندها مش أنه فيه أصوات تميل إلى السلام مع الفلسطينيين لا توجد أصوات تميل إلى السلام مع الفلسطينيين في المشهد الإسرائيلي الأمامي إلا على سبيل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة يعني في المشهد السياسي على سبيل المثال كنا نعرف مثلا أنه في إسرائيل حزبان حزب العمل وحزب اللكوت حزب العمل اختفى صح صحيح أن يائير جولان وهو جنرال إسرائيلي السابق تولى حزب العمل مؤخرا أنه يريد أن يرفع صوته وجماعة ميرتس اللي كانت على يسار حزب العمل موجودة وهنات بعض التصرفات مثلا حصل هذا الأسبوعين الماضيين أنت تعرف أن غزة اختنقت ومعبر رفح مغلق لأكتر من أربعة شهور وفي نفس الوقت لا تصل إلى غزة من المساعدات والإغاثات إلا أقل القليل لكن لوحظ في هزين الأسبوعين أن إغاثات جاءت من إسرائيل نفسها هذه الإغاثات أيضا من عرب مما نسمونه عرب إسرائيل ودول 2 مليون واحد من عشر يعني أدى عدد سكان غزة بس يعيشون في السياق مختلف بعض الجماعات الإسرائيلية اليهودية اللي عندها حس إنساني بدأت فتحة الكلام عن مساعدة الغزة لكن الذي قام بالجهد الأساسي في تدفق هذه الإعانات هم العرب أو هم الفلسطينيون صح الشعب الفلسطيني يساند الشعب الفلسطيني طيب فهنا في ثغرات يعني رغم ما يبدو من أنه أنت إذاء جدار مسمط الحقيقة إنه شعور الحل الأخير أو ضروري تصفية العرب أو تصفية الفلسطينيين أو إخراج الفلسطينيين من فلسطيني التاريخية هو التيار أسائد شعبيا والتعبيرات عن ذلك لا تحصى كل التصويتات ضد الدولة الفلسطينية بالأغلبية الساحقة كل التصويتات ضد يعني دي مسألة لكن ماذا يقلقهم يقلقهم إنه بالدنيا مش مشية إحنا ألقينا ما يعادل ست قنابل زرية فوق غز ولم يحدث شيء الفلسطينيون يأخذون فوارغ القزائف التي لم تنفجر ويعدون بالهندسة العكسية صناعتها ويوجهون بها الجنود الإسرائيليين يعني دي مسألة يعني لم تخطر في بالهم أي لأنهم ليسوا كيانا كيانا درب وأسس على أساس فكرة الحرب الخطفة أنقض وأنفض أنا يعني هخلص في أيام قدرية طيب هنا السؤال يا دكتور بناء على ما خلص بناء على الحملة المعلنة لتنياهو منذ يوم 8 أكتوبر الماضي بعد تفضل أقصى يوم 7 أكتوبر أنه الهدف هو القضاء على حماس وتطهير غزة من الكائنات الكذا وكذا ما علاقة ده بالمناوشات والحرب اللي هو بيعملها دلوقتي مع حزب الله في لبنان هي فكرة الحل الأخير زي ما اليمين الإسرائيلي فكرة الحل الأخير أن نقضع الفلسطينيين وننتهي منهم لكي تتطابق الدعوة الأساسية أنه لا يوجد في الأصل شعب فلسطيني فلنجعل هذه الدعوة واقعا حيا بقتل كل الفلسطينيين وطردهم من كل فلسطينيين بالمقابل ما يتصور أن ما عانت منه إسرائيل في العشريات الأخيرة من نشوء مقاومة من نوع مختلف يريد أن يقضي على الأمر بضربة واحدة لاحظ أن كل نوع من الاستعمار كل أنواع الاستعمار أيا ما كانت قسوتها وأكثرها قسوة ما يجري في فلسطيني الآن استعمار الاستيطاني الإحلالي والمذابح والإبادات في اللحظات التي يحس فيها بالخطر يكون أكثر شراسة كزئ بالجريح يعني ففكرة الشراسة قائمة ويدعم هذه الشراسة موقف أمريكا كأكبر قوة عسكرية في العالم إلى جانبه بل إلى أمامه الخلافات التي تدور أحيانا ما بين واشنطن وتل أبيب هي خلافات ذات طبع عائلة يعني مش وقته إحنا عندنا انتخابات وعاوزين إحنا اعتناك واشنطن أعطت لتل أبيب ثلاث شهور كحد أقصى لقضاء لتحقيق الأهداف الأصلية دخلنا في شهر 11 دلوقتي وهندخل في السنة دون تحقيق لأين من هذه الأهداف وفي نفس الوقت لم يجلبوا بوادي الوش بالمذابح اليومية المنقولة على الهواء فدي يعني مسبحة أونلاين فهنا واشنطن تحتاج في هذه الفترة خاصة أن هذا الرجل الذي قدم لكيان الإحتلال الإسرائيلي ما لم يقدمه أحد اللي هو بايدن وفيما بدأ عن إيمان واقتنع دلوقتي أنت موضوع إسرائيل رغم أن الأمريكيين عموما لا يهتمون بالشؤون التي تجري خارج أمريكا إلا لماما إنما فيما خاص إسرائيل هو موضوع داخلي أمريكي لاحظ أن ترامب مثلا بيتكلم عن أنه إسرائيل زغيرة أو يعاوزين نوسعها كما توسعها لحساب مين ولا حاجة ما فيش أي احتبارات في الدول وكل بيتبارى في كده فمن هنا لما حد يقولك أن الحلم الأصلي أو الفكرة الأصلية إسرائيل من النيل إلى الفراط أرضك يا إسرائيل لا هذا قائم ومدعوم وفي نفس الوقت ليس قدرا أن يتحقق مفهوم يعني ليس قدرا أنا عندي فاصل هم يسعون إلى ذلك لكن ليس كل ما يسعون إلي قابل طيب أنا عندي فاصل بس قبل الفاصل عشان أقفل الملف ده تماما الناس بتسأل لماذا تأخر الرد الإيراني ولا خلاص ما فيش رد إيراني دعني أقول أنه فيه تأخر في الرد الإيراني طبعا نتكلم على الرد الإيراني على عملية إسرائيل على عملية بديال إسماعيل هنية في الشمال تهران وعملية بديال فؤاد شوكر في البحية الجنوبية في بيروت حزران هناك رد لكن كل الدنيا وأولها أمريكا ودول في المنطقة وزير خارجال مصري اتصل بوزير خارجال لأن كله لمحاولة يا إما إلغاء الرد أو تخفيض الرد حين يحدث وتأجيله مفهوم الحقيقة واضح أن حزب الله وإيران استجابة على طريقة تبدعنا ننتظر هذه المفاوضات التي يتحدثون عنها إن أصفرت عن شيء فهو مكسب لنا صح وإن لم تسفر وإن احنا حتفظ بحقنا يعني هي حالة من حالات ضبط النفس ضبط النفس مراعاة للاعتبارات عديدة منها حسابات إيران حسابات إيران لكي لا تبدو لا تريد أن تبدو كأنها صادرت على وقف إطلاق نار كان متوقعا فيها مفهوم مصر حنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نسأل الأستاذ عبد الحليم أنديل من الأقرب إلى كرسي البيت الأبيض ترامب ولا هارس أهلا وسهلا حوارنا موصول مع الأستاذ دكتور عبد الحليم أنديل وننتقل سريعا مراعاة للوقت للملف اللي برضو حضرتكم مهتمين به وبتفاصيله ومستجدات وهو سباق الرئاسة في البيت الأبيض مش عشان الرئاسة نفسها ولا الانتخابات الأمريكية هي في الأساس يجب أن لا تعمينها لكن هي تعني كل خيوط الأحداث التي تخرج وتدخل من البيت الأبيض صحيح دكتور الحليم يبدو أن الحزب الديمقراطي الأمريكي كان محقا وموفقا عندما قرر سحب بايدن والدفع بهارس إنقاذا للموقف القصة مش بس إن احنا منقذ موقف لا ده آخر استطلاع الأسبوع اللي فات أظهر تقدم هارس بفارق بسيط على ترامب صحيح يعني طبعا لو سألتني السؤال ده قبل أسابيع قبل أن نسحب بايدن كان الجواب هو وباحا للجميع أنا ترامب سيفوز وبايدن سيخفق صح قرار الحزب الديمقراطي كان قرارا إجباريا لم يكن له من بديل ودليه على ذلك أنه كان منتظرا لدى بعض الأوساط أن يتأجل اتخاذ القرار إلى مؤتمر حزب الديمقراطي في أوسط الجاري فجرى تبكيره كسبا للوقت صح الأثر واضح كما تقول استطلاعات الرأي منذ دخلت هارس إلى الحلبة متقربة وتعطي هارس في كثير من الأحيان تقدما على ترامب يصل إلى خمس نقاط وأحيانا طهبت هذه النقاط لكن لا ذا الموقف حارجا فيما يسمونه الولايات المتأرجحة اللي هي نحو سبع ولايات ميتشيجان ويسكونسون و اللي هي الولايات اللي بتحسب في الساعات الأخيرة اللي هي الولايات المتأرجحة لأنه هما تقسم الولايات الأمريكية لولايات حمراء وولايات زرقاء ولايات حمراء تعطي الجمهوريين في العادة أو مرشح الجمهوريين صح والأخرى تعطي مرشح الديمقراطيين الحسم ما يكون دائما للولايات المتأرجحة التي لا تعطي بصفة منتظمة أصواتها لأي من حزبه وهذه الولايات كانت وراء كسب بايدن على ترامب في الانتخابات الرئاسية الماضية هنا يدخل الموضوع الفلسطيني لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأمريكية لأنه في بعض هذه الولايات ليس في كلها الصوت المناصر لفلسطين مناصر لحق الفلسطيني وهو صوت متزايد دي حقيقة اللي الدكتور عبدان بيقولها أن فيه تلات أربع ولايات من الولايات المتأرجحة دي فيها أغلبية من أصول عربية لا فيها يعني فيها مجموعات من أصول عربية وإسلامية هي بذاتها لا تحرز الأغلبية هي مش أغلبية في السكان لا أغلبية تجمعاتهم لكن طبعا أغلبية تجمعاتهم اللي هي الصوت المرجح اللي لحد إنت لو ضفته هيتقل الميزان لحد فهي دي الفكرة فهؤلاء يقصروا يندرجون الآن في المشهد السياسي الأمريكي منذ أيام بايدن الأخيرة في الترشع إلى الآن في حاجة اسمها الانكميتد انكميتد دول غير الملتزمين إحنا لسنا ملتزمون بالتصويت لمرشح الحزب الديموقراطي رغم أننا في الحزب الديموقراطي إلا إذا جرى وقف الحرب في غزة وكذا 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 هي دي الفكرة ولذلك السباء والإحساس بايدن طول الوقت فيما أسميته خلافا عائليا بأنه لابد من وقف الحرب بأي طريقة إسرائيل الحملة العسكرية فشلت لكننا لا يمكن أن نجر انتخابات رئاسية آمنة للمرشح الديموقراطي في ظل صحب المدافع وفي ظل شلالات الدماء الجارية في غزة طيب بعيدا عن الملفات نريد أن نعزل الأثر ده هل المشهد إلى الآن لا ينبئ بالضرورة بفوز ترامب أو هاريس لا حاجة للنقصة دي أنا أتكلم فيه ملفات على رأسها زي ما حالك تفضل فيه الاقتصاد في الهدر لا الملفات العصد الخارجية زي الملف الفلسطيني على رأس السباق الترشح دلوقتي كضغوط وتأثير لكن أنا هتكلم من وجهة نظر المواطن الأمريكي لو وانا عارف طبعا حاجة ما تخبش ده بس انا حرك حطيت نفسك ما كان المواطن الأمريكي المواطن الأمريكي ليس شيئا وحيدا من الملائم بالنسبة للأربع سنوات أو للتاريخ المستقبلي القريب لأمريكا هل ترامب بشططه في بعض الأحيان بكاريزميته بتمثيله لقوة رأس المال والبزنس وما إلى ذلك؟ ولا نريد الآن شخصية هادئة عقلانية ذات خلفية قانونية وأنثى امرأة تعطي صورة جديدة للإمبراطورية الأمريكية يعني أريد أن أنبه أن فكرة أن أمريكا التي تعتبر نفسها أرقى ديمقراطيات العالم لا تتمتع فيها النساء بهذا الوزن يعني باختصار يعني فيه نساء فيه الكونجرس الأمريكي طبعا فيه نساء بس نسبتهم قدية محدودة جدا لا تقارن مثلا إلى البرلمان البريطاني ولا إلى البرلمان الفرنسي ولا حتى إلى البرلمان الهندي يعني 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 ففكرة العطف أو التعاطف أو وجود روح قوية جارفة تدفع النساء إلى المشهد الأمامي لا مش حاصل في أمريكا ليس حادثا في أمريكا إلى هذا الحد يعني وطبعا هيلار كلونتون مثال متأخر حين سقطت أمام ترامب لكن فيه جانب آخر متعلق بهذا الانقسام العمودي في التجمع الأمريكي أنا برضو ما بقولش المجتمع الأمريكي لأنه هم نفسهم شليزينجر اللي لسه 118 سنين قال لك مفيش حاجة اسمها مجتمع أمريكي مفيش حاجة اسمها قومية أمريكية فيه شركة شغل وبنشوف فهذه الشركة مشكلتها إنها في مأزغ تاريخي تملك سلاحا أكبر من كل ما تملكه الدول الأخرى أو كانت أخرى هذا صحيح لكنها لم تعد تملك هذا الاقتصاد الأكبر رغم كل محاولات التعمية من نوع التركيز على الأرقام الرقم يعني مثلا الاقتصاد الأمريكي بين مزدوجين فيه 35 تريليون دولار ديون يعني يعني في النهاية إنت عندك دين فلكي إنت عندك كمان كل شوية صراع شديد في الكونجرس حول فتح سقف الديون خلونا نستدين أكبر ترامب الأسبوع اللي فات فيه إحدى حملاته كان تقريبا نصها مخصص للحديث عن التضخم في أمريكا ورفع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحياة فترامب يدخل السباق أولا مستندا إيه فرق ترامب عن هاريس فرق ترامب عن هاريس إنه هو مستند لقاعدة ثابتة مش بس نفوذ البيزنس هو مستند أيضا لتيار اليمين الأمريكي المحافظ كانوا يسمون محافظين الجدد ثم بعض حزب الشاي ثم الآن كذا فكرة يعني والحزب الجمهوري كله موحد الآن من خلفه وهذه المفارقة رجل من خارج الحزب جاء خطف الحزب فمن ثم هو يقف على أرض أكثر ثابتا بينما هاريس أشبه بوعد عائم بمعنى إنه لو افترضنا أن الديمقراطيين سيتوحدون خلفها رغم من الانشقاق الفلسطيني القائم الآن في الصورة الديمقراطية قد تفوز والمحصلة في ظني ولا أريد أن أتورط في تأكيد مبكر بس يبدو لي أن هذا ما قد يمكن أن يحدث أنه هاريس قد تفوز بالتصويت الشعبي يعني بعدد أكبر من أصوات الأمريكيين وبالتالي استطلاعات الرأي مبررة لأن استطلاعات الرأي على المستوى العام لكن الأصوات المجمعات الانتخابية لكل ولاية هي اللي بتحدث الفرق صحيح زي ما حصل مع هيلاري كلونتون هيلاري كلونتون يعني لم تدخل إلى البيت الأبيض رغم أنها حصلت على عدد أكبر من الأصوات الأمريكيين من ترامب بملايين بفارق ملايين الأصوات لصالحها لكن لتعقيدات النظام الانتخابي الأمريكي ومن هنا بتيجي أهمية ما يسمى الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة حاسمة لأنه كمان خد بالك في الانتخابات اللي فات مثلا في ولاية جورجيا فقط ترامب ولاية جورجيا وبالتالي ممثليها في مجمحها الانتخابي كلهم مية في المية بسبب فارق عشرة ألاف صوت وهكذا وعشرة ألاف صوت بالنسبة لكم الأصوات الأمريكية أمريكا دلوقت مقربة في عدد سكانها من 370 مليون فإنت عندك أهمية حاسمة للولايات المتأرجحة إذا نجحت حلاوة روح إدارة الديمقراطية الحالية في أن تغير بيئة موقف يعني أو تظهر هارس في موقف مختلف عن ترامب في الموضوع الفلسطيني أنا أعتقد أن هناك فرصة أكبر عند هارس لحسن عدد من المتأرجحة بس فكرة لعبة ترامب على الاقتصاد وأنه حيرفع مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين وحيحاول يحد التضخم بالإضافة إلى دايما تسويقه لنفسه على أنه شاطر في جلب الأموال وفي الحصول على صفقات مليارية من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن كذا أظن ممكن يدغدر بيها المواطنين هو يدغدر بها موقفه ضد المهاجرين أولا له قاعدة شعبية لأنه هذا اليمين بيرتكن لفكرة تفوق العرق الأبيض والعرق الأبيض يعاني أزمة في التكوين الأمريكي استتراجع نسبه كان قبل كده وصل لسبعين في المية دلوقتي فوق الخمسين في المية بقليل اتنين فرص العمل في عدد هائل من البيض فيما يسمى حزام الصدى اللي هو المصانع اللي كانت موجودة واتقفلت يعني هومبيت وفي نفس الوقت أقل تعليما وأقل في الحصول على فرص عمل ملائمة فبالتالي هذا التغير السكاني في أمريكا والتغير اللي حاصل في العالم أيضا بأنه أمريكا لم تعد قلعت الصناعة إلا في مجال لابد من تسليم به لو شركات التكنولوجيا الكبرى يعني في الأسد إنما فكرة الإنتاجية وبالتالي السبق في التصدير وبالتالي السبق في تسييد البضاعة الأمريكية في العالم هذا لم يعد قائما الصين حلت محل أمريكا من فترة طويلة في أن أصبحت البلد الأكثر إنتاجية هي مصنع العالم وهي تاجر العالم صحيح محاولات ترامب لاحظ إن هذه الرأسمالية الأمريكية التي سعت إلى العولمة وفتح الحدود وإلغاء الحواجز الجمهوريكية وكده هي نفسها دلوقتي اللي بتقيم حواجز حمائية بفرض الجمارك على سنعصر هي سقطت في سباق العولمة الاقتصادي هي التي أنشأتها ثم وجدت أنها تطيح بعرشها النقطة الأخيرة سؤال افتراضي أنا عارف أنه صعب بس هو في النهاية السؤال الافتراضي هنا من في رأيك الأصلح للعالم بقى مش لأمريكا للعالم على مستوى العلاقات الدولية والسياسية استقرار الأوضاع التنمية الاقتصادية ولا كذا هل ترامب بيه قدرته على عمل البزنس وعمل الكلام الوعود زي بقى لك لو أنا موجود كنت حارب روسيا وكرا ما حصلتش لو أنا موجود ما كانتش تفادل أقصى حصل اللي هي فكرة أنا ربكم الأعلى دي ولا هارس بالصوت الهادئ الذي يبدو فيه الشكل العقلاني في التفكير يعني هارس فيها نزعة إنسانية لاست موجودة لدى ترامب ولا لدى اليمين الأمريكي بالتأكيد يعني إنما ببساطة أيضا ترامب ووعوده طبعا ترامب لو كان موجود كان حصل طفان الأقصى وحصل كل حد يعني ده كلام يعني في إطار بروباجندا بروباجندا يعني هو معتمد على فكرة اجزب 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 فيعني كذا وهيبان هذا الكلام فيه المناظرات صحيح المناظرة هو يواجه الآن خصما مختلفا ست طويلة اللسان بتاعف تتكلم قادرة على نقله يعني مثلا ترامب كان يتعامل مع بايدن باعتباره شيخا عجوزا زاهبا وإلى آخره هي تتعامل مع ترامب باعتباره عجوز يعني أهبل وتستخدم هذه الكلمات الآن فبالتالي أنا ليس عندي شك فأنا ستكسب غالبية أصوات الأمريكيين لكن هتدخل بطلب يد ولا لا المجمع الانتخابي هذه قصة أخرى هذه قصة أخرى إنما ستكسب غالبية أصوات الأمريكية مفهوم لكن ممكن صاحب الأقلية يدخل بيت الأبيض زي ما حصل ما بين ترامب و هيللي كلينك بين النظام الأمريكي اللي على درجتين ده إنما مين الأفضل للعالم الأفضل للعالم هو العالم نفسه كل دولة على حدة أحسن مش وليس الحاكم الأمريكي صح علينا أن نتخلى عن فكرة الرهان عن مين في البيت الأبيض مش لا نغفل نهتم بقدر ما يؤثر علينا لكن الإفراط في الاهتمام يعني تسليماً غارزياً بأننا مش موجودين مناش أسر إحنا خارج اللعبة إحنا بنتعلق بجلباب ترامب أو بحلق السيدة هارس شرفت ونورت يا دكتور وقال الحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله شكراً جزيلاً شكراً لحضراتكم خلص حورنا وخلصت حلقتنا غداً يوم جديد في رعاية الله